السلام عليكم بخياتي كاراكم ديانين تمنى شهاتكم وكامل بخياتكم من شرعة فيديو تانها اليوم يقاكم باحسن احواليها اليوم ان شاء الله كما وعدتكم وليبيت لكم الطالب التاحكم اللي هي البقلاوة اللي موجود لكم وصفة سهلة وسريعة واقتصادية قادرة في وقت واجيز ديري اروع بقلاوة بدون التوريق فقط بليد بقلاوة تانها اليوم بقلاوة تقليدية تاناس زمان قدرين وضعوا فيديو تانها اليوم ونشوفوا الوصفة عنها اليوم قلكم متنسوش الصلاة والسلام على رسول الله شنحتاجه في هذا الوصفة عدنا ربع كيسين تطاحين اللي هو فارينا الكيس اللي كيلت بيه هو الكيس اللي فد 240 مليتر هو اللي كيلت بيه جميع المقادير ونحتاجه كذلك ملعقة كبيرة تفانيليا لازم عليكم تكون معامرة ذاك الفانيليا هي اللي غد تطينا احميره شباب للعجين التانى وكذلك تعطينا لون شباب وبنه وضوقه ونحتاجه كذلك رشا تعمله انا قلت لكم الكيس اللي كيلت بيه هو الكيس اللي يرفض 240 مليليلتر هو اللي غد يكيبه جميع المقادير نحاول من هذا الفيديو غد يجاوك على كامل الأسئلة اللي نقاها بزاف البغلوة لم يتحدكم قاو في فيديو كين بزاف الأقاوات يقولك شعار نحتاجه كمية المكسرات شعار نحتاجه كمية الحسل شعار نحتاجه كمية الحسل إن شاء الله غاية تبغوا الفيديو من الأول الأخر غايت تطلقوا كامل هادو التفاصيل نخلطوا جميع المقادير الجافة مليح مع بعض حتى يندمجوا جيدا كما كتلاحطوا وببعض نضيفوا لها الكيل شعار نحتاجه هناليدام تبغوا تديروا سمن كما تبغوا تديروا الدهان نحتاجه كاس إلا أسباع أدهان عندما تبغوا تديروا سمن لكم الإختيار كاس نقصوا تعدهان ونبسوا المقادير جيدا حتى هذه الخارجة تبسسنا مليح ونحسوا بأنه هاداك الليدام والزبدة دخلتنا مليح في هاداك الطاحانة والفارينة وتبسسنا مليح هنا بعدما تبسسنا الخارجة نضيفوا لها حبة بيت حبة بيت تكون متوسط الحجم لا تكونش كبيرة بزيف ولا تكونش صغيرة بزيف ونحتاجوا فوق هاداك الحبة نضيفنا في الطاوة والكسرون يضيفنا فيها كمية من ماء الزهر مع الماء ونبدأ نضيفه فوق البيض ونعجنه في العجينة هذه العجينة نضيفه أنها مغججينة محبة وكذلك البيض خلطنا مليح مع المقادير هنا كمية البيض في كل كيلو تطاحين نحتاجه حبة البيض بما أن البيض طول تاعه 25 على 30 سنتيمتر على بيض تكون صغير ونخلطوا هاداك العجينة لمو العجينة تعنا العجينة تعنا تكون طرية ما تكونش طرية بزيف وما تكونش يبسة باش ما تقبلناش في الخدمة وهي من الأحسن من الأحسن أنكم هذه المرحلة ديوها بليلا قبل باش لولا العجينة جينا ناجحة مليا في المياه وثاني حاجة تساعدنا في الخدمة أنا هذي اللمو العجينة التعيب هذيك الكمية تع الماء هنا بالنسبة لكمية الكيلة تع الماء تحتاجو حوالي كاس تع الماء كاس أو كاس وشوية انتم احساب الطحين تاعكم كين لي يشرب وكين لي ما يشربش هنا بالنسبة لكم كمية الطحين سبعة مية وخمسين قرام تلبيها تحبب بايد صغير للمو العجينة بعد نبلي نحاول أن نعجنها طريقة وليزوش فقط غيبا لك المقادين ندمجوا من لحمها وليزوش بزيف كما كتلاحظو العجينة التعنا لم يجب نشو محبة لها قطر للمينها بل ما دافئ ونبدأ ننكوف العجينة ونقسمها حوالي اتناحشا كرة باش نديرو ستة طبقات متحت ننصحكم انكم توزنوهم وتقسمو 12 قطعة وتشوكلو قطعة متساوية كما انا راني نضاي نخدمها درت عيني هي ميزان فيما كتلاحظو هنا بعد ما شكلتها 12 كرة درتها في بلا ونغطيها مليح بكيس بلاستيكي وندخلها التلاجة هذه المرحلة ختمتها بليلة قبل ومبعد عادة كنا نولو تتمة هنا بعد ما بدت ليلة كاملة كما كتلاحظو في التلاجة شدة تروحها مليح كما كتلاحظو والعجنة غادة تجيني سهلة في الخدمة قلتكم من الاخوات اللي سمحوا ليها دراها شوية مقطع داخل الاخوات اللي يكونوا مكتديئات يقدوا يخدموها مقبل ويخلوها في التلاجة هاكا تساعدكم بزيف في الخدمة دروك نجيبو طريقة التحضير طريقة تحتاجو نحتاجو فقط العجنة ونحتاجو كمية من النشا اللي هي المايزينة كما كتلاحظو نحاط تقع العلبة حديية وبدأت نخطن لازم علينا الرشوها جيدا بالمايزينة المايزينة اللي هي النشا هي اللي غاد تطنينا دكتورق الشباب في الباقلة وعفوا وبالنسبة الاخوات اللي يبغوش توقع المايزينة نقول لكم غادي كعمة بنش باللي كم دينها بالنشا هنا هي حالة الحبة الاولى كما كتلاحظو وندولها كمية اللي بس بها من المايزينة ونخلوها بجيه هكا ونروحو نحلو الطبقة لها الحبة التانية هنا هي غادي قلتكم غادي ست طبقات من تحت وست طبقات من فوق بنفس الطريقة نحلل الجينة التاعي ونرشها بكمية اللي بس بها من المايزينة ونحط الطبقة فوق طبق هنا غادي نكمل بهالطريقة حتى نكمل كامل الطبقات ونختم كامل الطبقة الاولى والطبقة التانية هنا بعد ما حاليت كامل الطبقات وخليتهم واحدة دقيقة ولا زوج ونبدأ نحل في العجينة كما كتلاحظو جوك العجينة التاعي ورشها تكمية من المايزينة ونبدأ ملوس ونطلع ملوس ونهود ما تبدوش ديلكت بس كوا غادي الطبقات هادي يروحو كي يهربو لكم على بعضهم من بعد من الاحسن انه كي من وسط وتهودي ومن وسط الطلعي هكا الطبقات نضمنهم انهم غادي نحلو كامل وينحلو كامل قد قد ونحاول هكا كما كتلاحظو نحل العجينة التاعي العجينة التاعي لازم تكون قد البلاد التاعنا هنا نروحو راني نحلو في العجينة ومامتو راني نروح نقضو الكمية المكسرات وكذلك كمية العسل هنا شوفوا باش تحسبوا اي بلات تاعكم جيبوه بسطول التاعه على طول العرض وديروا الطول في العرض تعرفوا الكمية تع المكسرات شعل تحتاجو وتعرفوا الكمية تع الفرينة شعل تحتاجو وتعرفوا الكمية تع الحسل تحتاجو كما انا قلتكم الطول التاعي 25 على 30 سنتيمتغ درت 25 في 30 سنتيمتغ جيتني 750 غادي نحتاج 750 غرام طاحين ونحتاج 750 غرام تامكسرات و750 غرام تحسن كما كتلاحظو هنا ينورق العجينة التاعي هكا تعرفوا كامل التفاصيل وهاكا اي بلا يكون عندكم ديروا هاتي الطريقة ان شاء الله بإذن الله تعرفوا الكمية بالضبط هنا بعد محلت العجينة التاعي جبت البلا التاعي وبتنقيس لازم يكون شوية في الأطراف منه من زيادة هنا يصعي العجينة التاعي رها واشتا كذلك تتكمية من الدهان الدوب فكحة عفون الدوبلي كما قلت لاحظو شوفوا الطبقات نحاول اننا نحلها لكم بهذا الشكل طبقات تجيب عينا خدش النيشة هي اللي غد تخلي الطبقة التوعي ما يتلاسقوش هنا نكونو تحصلنا على ست طبقات نقدو نحلوهم بكل سهولة دوقو نخلو العجينة الي جيها ونجيبو بلا هنا البلا اللي غادي نختم فيه لازم عليكم لازم عليكم اي نوعية تاع بلا تدهنوها مليح بزي بالدهن من تحت لا خاطر شكين بزيف الاخوات يقولو كالطبقة تحتانية رها تلسقنا هادا نظر انكم ما كم جديروكم يلبس بيها من السمن والذهن انا بعد مدهنت البلا تاعي جيدا نجيبو الطبقة الاولى بهذا الشكل ونحطوها في البلا كيما كتلاحظو تنحلكم بطريقة سهلة وبسيطة ونحطوها في البلا بهذا الطريقة بهذا الطريقة ونحاولو الأطراف تنطلعوهم مليح حكا باش لحشو التانى مجيناش يبس بهذا الشكل ونعودو نطلوها كمية اللي بس بيها من السمن والذهن انتوما اللي خدمتو به اللو اللي كملو به كامل مقادئ هاكا بها الطريقة نعاود نفس الطريقة ندير طبقات تانية وبين كل طبقة وطبقة ندير كمية اللي بس بيها من الدهين حتى نكمل سبط طبقات الاولى هنا بعد ما نكمل دوكس الطبقات جبت هنا المقصرات الاندت بالكوكاو درت 750 جرام بتاع كوكاو قسمتهم بعد ما كنت الكوكاو لازم عليكم الدخلهم في الفورغة واحدة الخمسة دقائر قدمة ينقل على ذاك الميدي تي تاعة ومتطلوها بالكوكاو ثم بعد ننطحن وكي ننطحن نكيلو 3 كيلات ونديرو كيلو ناقص اسبوع تاع سكر هنا هية السكر ناازم عليكم الاخوات متكاطرون لكو تطرون الق况 قvantا ليو ما بقصر السكر غاضي ايه يدكرمو لكم فلفور واخدي الحشوات تعelling تجيكم ميابس ولما تقلوش السكر عادي لكي لقين قللت السكر الحشوات تعكم ليجيكم شو مندعسن من الاحسر ان ن drilling 3 كيلات تاع كوكاو ديرو كيلوجه ناقصه اسبوع تاع سكر ملعقة كبيرة فانيليا ولكن درتو باللوز ما تطحنوه ديناك ما تحمصوه موالو ونحاولو اننا نوزعو هذيك الكميه الحشو والحشو التاعكم هنا يا لازم عليكم ما تكطروا لاش الماء الزع بس كل ما ظهر لك كطرتوه غادي جيكم الحشو جاري وغادي كتكطر البقلاوات تاعكم غادي الحشو التاعكم كي طيب يخرج لكم في الجوانب من اللي احسن انكم ما تديروه ناشف بزيف ما تديروه جاري ديرو فقط مبركش نروحو دروك بعد ما درت هذيك الحشو بترتاه نروحو للطبقات التانية اللي كنا اخدمناها بتانيك ست طبقات ونحلوه بنفس الطريقة كما حالينا الطبقة الاولى نبدو ملوس ونهودو ونعاودو ملوس ونطلعو بهذا الطريقة حتى نحلوها ولازم اللي كما قلت لكم تانيك يكون قدلكي نحلوها قد القيس تاع البلاو هنا بعد ما حلينها نقع خليها ليجيه ونجيبو الطبقة قدامنا نديرو الطبقة الاولى لازم لكم ترشوا كمية من السمن فوق المكاسرات عادة كينا نديرو الطبقة هادا كل الكمية تعدين والاسمن هو اللي غادي خلي الحشو تاعكم توجغوا يقعد طريق ولازم تانيك يديرو الطبقة لازم لازم عليكم انكم كما قلت لحظو نحاولو اننا نسوي السطح تاحا جيدا هاكا وننزيروش ما علي يدينا حشان تكون نزيرو لدينا غادي الحشو تاعنا يجينا يابس من الاحسنة غير من من فوق هاكا لولا الحشو تاعنا يتوزع لنا ثاني حاجة نضمنو ان الحشو تاعنا غادي يجينا متماسك حتى كي نقطعو البغلة وتاعنا والحشو يقعدنا متماسك غادي نديرو كي ما هاكا ونديرو كمية اه تاني دام ونديرو الطبقات الاخرى نكمل بها نفس الطريقة حتى نكمل ست طبقات الاخرى هانا بعد ما كملت هانا يدوك ست طبقات الاخرى نخلوها واحدة دقيقة ولا زوج فقط تشد روحها عادة كينا نقلعو الجوانب نقلعو الاطراف هاكا منضمنو ان العجين تاعنا قد ما يتكمل شناش ونضمنو ان البغلة تاعنا جينا مليحة والعجين اللي بقى هنا نلمو ونخبوه في كيس بلاستيكي نقدو نخدمو به القريوش كيما نقدو نخدمو به الخشخاش كيما كذلك نقدو نخدمو به البجاوية هاده هما الاقتراح التي قد تخدمو بالبقايا تاع البغلة هانا بعد ما قسمت هادوك الاطراف وخليتها شدت روحها مليح نخلوها من الاحسن من الاحسن خلوها دربوع ساعة عادة كينا نقطعوها خاش غادي كيت قطعوها ديركت غادي الاوراق هادو كيت كمشو لكم وبقلا ومجيكمش مليحة فالتقطع من الاحسن خلوها دربوع ساعة عادة كنا نقطعوها انا هاده هي الطريقة السهلة للجيني والطريقة البسيطة نخدم بهذا الطابع هذا الطابع صراحة لي مساعدني بالبزير ولي ما عندهاش تدير طابع مربع فقط هاده كلين بيعني نخدمو بالي سابلي تطبع الحبات ولي ما عندهاش تدير كارتونة طويلة وتدد تطبع بها الحبات بهذا الشكل انا غادي نشكل بهذا الطريقة ونقطع كامل الحبات ومن الاحسن انكم نقطعوها حتى لتحت بهذا الشكل هنا في هذه المرحلة من الاحسن انكم كيت قطعوها خلوها لكنا عندكم الوقت خلوها مدة ثلاث سوية عادة كنا بدوا طيبوا فيها ولي كنتم مقلقين خلوها ربع ساعة عادة كنا بدوا طيبوا فيها انا غادي هنا كنت انقطعتها خليتها ربع ساعة دخلتها الطيب هنا في هذك ربع ساعة ديروا الفور تحتكم يسخن لازم عليكم الفور باش البقلة وتحتكم يجيكم ناجحة الفور تحتكم يكون مسخن على درجة ويكون مسخن ربع ساعة مقبل هاكا نضمنو باللي ان البقلة وتحتنا غايت تتورق لنا مليح في الفور هنا قدرت الفور تحتكم يسخن حرارة مية وثمانين مدة ربع ساعة وهنا يوجد البقلة وقت ريحت ربع ساعة جبت كمية من الدهان اللي كنت دوبتها وطليت درت كمية اللي بس بها من فوق هاكا باش نضمن ان هذك الدهان يدخلنا بين الطبقات والطبقات يجونا مورقين هنا نظروا قدرت طريقة الطهي طريقة الطهي تشد لي هنا يا الفور تحتكم بعد ما تكونوا مسخنينها قلتكم ربع ساعة مسخنينها على درجة جيبوا الشباك تحتكم طلعوه قاع الرف الفوقاني أنا طيبتها في الكوزينيير وتديروا البقلة والتيحكم الطيب في الرف الفوقاني والفور تحتكم يكون مسخن مقبل وتكون درجة حرارة مرتفعة كيشوفوا الاوراق التعنا تورقونا ننصوا القاز ونخلوها الطهيط هنا هذي البلا مدة الطهيط تحتها جاتني حوالي 45 دقيقة كيشوفوا الاطراف التعنا سايد دوي حمارونا وبدأت تاخدنا تحميرا خفيفة من الفوق نزلوا للطبقة تحتنا الشباك التعنا الرفة التحتاني ونشعلوها لها تحمارنا فقط من الفوق وهنا نبدو تكون حمارتنا بعد ما تطيبنا خرجوها ديركس نبدو نساقو فيها بالحسن البقلة والتيحنا لازم علينا تكون حامية والحسن بتاعنا يكون بارد الحسن بتاعنا ما نضيفو له لما الظهر لوالو حسن ديركس بتبدو تعسلو به بهذا الشكل ونعسلوها ونخلوها تباتليلا مبعد عادة كينا نقطعوها ونزيلوها وهذا هو الشكل النهائي تالبقلة والتيحنا بعد ما طابتنا وتعسلت النهوات باتتليلا في الحسن زينتها بالمقاصرات ان المقاصرات اللي قدت لهم كمية من الكليكوس ولسغط الحبات من الفوق تمنى ان شاء الله راكم استفدته تمنى ان شاء الله راكم فهمتكم كامل التفاصيل ترك ما علينا نقول لكم الى الملتقى الى فيديو اخر ووصفة اخرى ان شاء الله